اشتركوا في القناة 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 ليو قبل ما ندخلو في الهدف الثاني ليو يا خوتي على بالكم الانديات جريمو وراه وراه وطالب سبع ملايين ونصف الميلان باش يجدد العقدة تاعوس ومتاعو في الترانسفير ماركت راهي سبعين مليون والانديات حبت تديها قال لك فوق المياه وعشرين مليون اسمح لي اخو ليو قلت هلكم دي خطرة يعجبني في المراوغات تتاعو كده بصح ما عندوش كي ما قولو اللمسة الاخيرة وش كان يراطي اليوم مش يغل اليوم من داك يدلك ماتش بوم بابز ناقص ليو ما راهوش لاعب متكامل خصات وخبرة خصات خصو يزيد يتطور ما راهوش لاعب بتاع مياه وعشرين مليون بكل صراحة ليو انا عندي ما راهوش لاعب تاع مياه وعشرين مليون وتعلي خلص سبع ملايين بكل صراحة بكل صراحة هو وده هالعملي فتوده احسن لاعب في الطليان انا من عندي مشي هو احسن لاعب في الطليان صح سجل اهداف وكان هداف ولمع لا بايش بالصح يا اخو تيب ايه واسمه الرونطرينير وزعف شتو هادك اللي يفكرني بالليل اخو عطاو هالو فاسة فاس تيرها ما تيرها شمين بالقرد يعني تيرها شغل طمرايرا هو واحد بي تيريها ما فاهم روحو اعبالكم عندهم عندك واحد لي تير ساماوي صيد الحمام انا ليو يعجبني في المراوغات بصح ما زال ناقص لاعب ما زال ناقص وهو سبابهم اليوم على كل يوم مارغريم الدل اصيس يبقى هو سبابهم الهدف التاني ماركاها اليكسيس هاده في الدقيقة السبعة وربعين اه بو ووش عندنا تانيك البيت الطروازيام يسمى طوماس بوبيغا هو اللي ماركا الهدف التروازيام واسمهم دينامو زاقريب عودوا ولولهم ده كان نحكو على وليدنا اسماعين بناصر نعطي لكم التنقيط التاعه ونحكي لكم شوية نيقاط على وليدنا اسماعين بناصر اسماعين بناصر كيما ركوا تشوفوا الهنا يدى سبعة فاصل ربعة التنقيط لا داس الشلطة الاول كان هو دياس سبعة فاصل واحد سبعة فاصل واحد درتها في الانسجرام هو ماء على التنقيط دوزين ميطون عليها خرج ما كمش المباراة كاملة عندهم ماتش لاندوكم فاهم خاوتي عندهم ماتش ضد نابولي انهار الحد ونابولي هو مورا كيف كيف في التنقيط ولكن نابولي بفارق الاهداف راهي متصدرة ماتش موهم جدا كيشاف النتيجة هاكدكو ما خرجوش خرج طونالي طونالي اليوم ما كانش مليح ما كانش مليح بيكون صراح من مخدمش الخدمات يا اوكي ما ينباغي الحال فاسماعين بن ناصر ادى سبعة فاصل ربعة نحكوا على وليدنا اسماعين بن ناصر نعطيلكم تانيك باش تشوفوا اللي هنا اياه واسموا المناطق الحرارية تتعووين كان خاوتي كلاها كلا الوسط بالميدان كاملش على الحمر ولافون يعني وشويال لاريار يعني باش تشوف تحركات تتعووش اسماعين بن ناصر انتكي تشوفوا تيرا واحدة تير ساروخ شتوها هلاني قدرتو في الانسجرام تيرا واحدة تير ساروخ كان راح يتيريها جينا هلاربيت زاد الدنة خلاص الحار الشافل وكان جات في اللولة هذي في اللولة كان ممكن جدا 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 يقوم بيت وكان ساروخ ساروخ اسماعين بن ناصر الاداء تاعو اليوم اعجبني قلكم فاش عجبني الطريقة اللي دارو فيها اليوم بيوليوم شغير اليوم من عدة مرات صورتو اليوم صورتو مباراة كبار كما هادو اسماعين بن ناصر دارو يا خوتي محور كما راكوا تشوفوا الي هنا في الصور هادوما هو وسط الميدان ثاش وش يدير يستانم القورة من عند الديتاع ويعاود يرجحها للهجوم وهنا تشوفوا البيت الطروازيام كيفاش تماركة دمون دها اللولية وهو مدهلية وليا ومدها وبعد ما لا بان يجيخل بيها باش كون كان دياس وبعد طاها باش تماركة بدأت الصيناعا من وسط الميدان من عند اسماعين بن ناصر هو هذا هو اسماعين بن ناصر يجيب ويوزع أو يدخل وزيد كاينو حدو النقطة مهمة جدا 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 أكتر واحد لمسكورات الله وعلم وحتى المعلق قالها اليوم isma'im bin nassr. اسما'im bin nassr. اسما'im bin nassr. كسرت الميلان في العامود الفقاري. هنا بش نعطيك نقطة بلي اسماعين بن ناصر هو العمود الفقاري تع ميلان كان واحد من يقات تانيك شوفوا لك وتشوفوا الصورة هذية يا خوتي قيد كون الميلان داقطا عبالكم باش انتا تتكل على لاعب واحد وسط مايدان طولان لي يدخل قاعد يدخلوا يبقى هو وحده مور المجموعة قاعد هو وحده وش يدير اسماعين بن ناصر كيف يفقدوا الكورة عبالكم بلي وحده كيف يفقدوا الكورة ويكونوا في مرتدة يا ينحي الكورة يسترجحها يا يجيني يجيني اللاعب اللي راو حاكم الكورة او اللي اعطاولوا الكورة يجينيه اسماعين بن ناصر يروح ليه يجينيه باش صحابوا يعودوا يرجعوا هذي يعني باش شوف باللي حبيت نعطي لكم قيمة اسماعين بن ناصر في ميلان اسماعين بن ناصر واسمه بيولي ما راهوش ديره باش يسجل الاهداف لهذه هي خدمته هو يقدر يكون فكان العشرة في اسمهم في ايمبولي كان العشرة كان رافض القامص العشرة يا خوتي يقدر يلعب اعطاك بزال ولكن كما قولو بيولي شافه باللي مستعملك في هاد النقطة خاني انا رح تنقض لي الفارق كتر من اللي تكون انت امور ايجابية لك باش تولي باش تولي باريزومب هدف ولا تماركي ليبيت ولا بيولي يسحق اسماعين بن ناصر في استرجاع القوة يعني داروا في منصب بصعيب 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 ومشي اي واحد يشد هدك لمنصب تاع اسماعين بن ناصر وهذه هي قيمة اسماعين بن ناصر هذا وش نقدر نقول لكم يا اخوتي صافي بليزير ميرا الربحات عندهم دكا كاتب وان شاء الله يجوزوا للدور الستاش ان شاء الله يجوزوا للدور المقبل هذا ان شاء الله وعندنا رياض محرز دقوا نتفرجوا المباراة ونتلاقعوا ان شاء الله مباراة تعرياة مونشيسر سيتي ضد دور تمون تبداعت من ايه بتوقيت الجزائر ونتمنى من كل قلبي انه رياض محرز ما يخيبناش ان شاء الله ما يخيب شروحه لان ليه هو وللمنتخب والامور عدة نتمنى انه على الاقل ماشي انا نقول لكم يا اخوتي اللاعبين ماشي لازم يسجل المهم بصح تقدم لي اداء يقنعني هذا ما كانت تقدم لي اداء في داخل الملعب اللي يقنعني يخليني مقتانع بك شحال ما اخترار رياض محرز ما كاشي ماركي كنت نقول قدم اداء مليح من دكت ماركي ليبيت وما تقدمش اداء ومن دكت ماركي ما تقدم اداء مليح وازي تضيع هذا هو المشكل نتمنى والخير ان شاء الله ونتلاقعوا ان شاء الله ملمش تأسيتي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام